بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة السادسة المحاضرة الأولى تعريف المخارج وأنواعها وعددها أي مخارج الحروف ونبدأ أولا بتعريف المخرج من ناحية اللغة فالمخرج لغة مكان خروج الشيء أي شيء كان حسيا أو معنويا ومنه مخرج الدابة ومخرج الإنسان وقد يطلق على الأشياء المعنوية كما في قوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أما اصطلاحا فهو مكان خروج الحرف وبناء على ذلك فإن كلامنا سيكون في مخارج الحروف لا في مخارج أشياء أخرى أما مكان خروج الحرف فهي متعددة ومتشعبة ومتنوعة ونبدأ أولا بأنواع المخارج فهناك مخارج عامة رئيسية وهناك مخارج فرعية تتفرع عنها أما بالنسبة للمخارج العامة الرئيسية فإنها خمسة مخارج الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم فهذه المخارج العامة الرئيسية وهناك مخارج فرعية تتفرع عن هذه المخارج وقد اختلف العلماء في عددها على ثلاثة أقوال ونختار منها ما ذهب إليه الإمام الجزري ورجحه من أن المخارج الفرعية سبعة عشر مخرجا إذن المخارج العامة الرئيسية الجوف الحلق اللسان الشفتان الخيشوم والمخارج الفرعية كما قلنا سبعة عشر مخرجا وهو مذهب أكثر القراء ومنهم الإمام الجزري وهناك من قال بأنها ستة عشر مخرجا وهو مذهب الشاطبي وسبويه وهناك من قال بأنها أربعة عشر مخرجا ولم يقل بذلك أحد من آئمة القراءات وإنما كان هو مذهب بعض آئمة اللغة كقطرب والجرمي وإذا القول بأنها سبعة عشر مخرجا ذهب صاحب التحفة فيقول مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر ثم إننا نتكلم عن طريقة معرفة المخرج وهناك طريقتان لمعرفة مخرج الحرف الطريقة الأولى طريقة علمية معرفية وهي بأن يحفظ طالب العلم أو القارئة المخارج كما يحفظ حروف الإظهار والإضغام وهناك طريقة عملية وهي أن يسكن الحرف أو يشدده ويدخل عليه همزة الوصل ثم يلفظه فحيث ينتهي النفس فثم مخرج الحرف ولكن هذه الطريقة العملية تحتاج إلى حس مرهف وإدراك دقيق ليميز الإنسان بين مخارج الحروف فلذلك نلجأ مع طلاب العلم بادئ ذي بدء بالطريقة العلمية المعرفية فيحفظ مخارج الحروف ثم ندربه على لفظها واستظهارها بشكل صحيح ثم يمكن أن يسلك الطريقة العملية بنفسه إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين